بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا من خلال قناة عين التعليمية اليوم مادتنا التدخل المبكر للفصل الدراسي الثاني عنوان لقاؤنا اليوم الإعاقة الجسمية والصحية أهداف لقاؤنا لهذا اليوم سوف نتعرف سويا على مفهوم الإعاقة الجسمية والصحية أثر الإعاقة الجسمية على الفرد تصنيف الإعاقات الجسمية والصحية نبدأ لقاؤنا بسؤال من هم فئات التربية الخاصة نريد أن نسترجع أسماء فئات التربية الخاصة ذكرنا في السابق فئات الإعاقة الفكرية ممتاز أيضا الإعاقة السمعية الإعاقة البصرية صعوبات التعلم اضطرابات الانفعالية والسلوكية اضطرابات التواصل اضطراب طيف التوحد اليوم سوف نتحدث عن الإعاقات الجسمية والصحية ما هو مفهومي نحو الإعاقات الجسمية والصحية؟ متى أقول أن الطفل لديه عواق جسمي وصحي؟ هو عواق يحرم الطالب أو الطفل من القدرة على القيام بوظائفه الجسمية والحركية بشكل طبيعي مما يستدعي توفير خدمات متخصصة تمكنه من التعلم إذن الطفل ذوي الإعاقة الجسمية والصحية يحتاج إلى خدمات التربية الخاصة وأيضا يحتاج إلى الخدمات المساندة والخدمات الداعمة للطفل المقصود بالعواق هنا إصابة سواء بسيطة أو شديدة تصيب الجهاز العصبي المركزي أو الهيكل العظمي أو العضلات أو الحالات الصحية التي تستدعي توفر خدمات التربية الخاصة عرفنا مفهوم العواق الجسمي والصحي نأتي الآن إلى معرفة أثر الإعاقة الجسمية على الفرد الإعاقة الجسمية تتأثر بعدة متغيرات أولا شدة الإعاقة إذا كانت الإعاقة بسيطة تختلف عن الطفل الذي إعاقته شديدة الإعاقة التي حدثت في مراحل مبكرة تختلف عن الإعاقة التي حدثت في مراحل متأخرة إذن شدة الإعاقة لها تأثير على حياة الطفل من خلال الجانب الأكاديمي تلقي المهارات الحياتية الجانب الحركي إثنان مدى وضوح الإعاقة بعض الأطفال لديهم إعاقات واضحة مثل ماذا؟ مثل الشلل الدماغي بتر الأطراف بعض الإعاقات غير واضحة مثل ماذا؟ مثل الصرع ممتاز وأيضا كما ذكرنا سابقا الحالات الصحية السكري إذن مدى وضوح الإعاقة تؤثر على حياة الطفل ثلاثة العمر الزمني عند حدوث الإعاقة تحدث بعض الإعاقات في عمر مبكر أثناء حمل الأم وبعضها في الولادة على حسب تلقي الطفل الإعاقة تختلف أثرها على الأثر النفسي والأثر الاجتماعي والأثر الأكاديمي للطفل مثل بعض حالات البتر بعض الأطفال يلدون ولديهم نقص أو غياب أحد الأطراف الجسم في هذه الحالة يحتاج الطفل إلى ماذا؟ إلى تعويض هذا الفقد إلى برنامج متخصص علاجي لمراحل مبكرة عكس ماذا؟ البتر في مراحل متأخرة من الحوادث في عمر 20 سنة 15 سنة إذن العمر الزمني عند حدوث الإعاقة تؤثر على الفرد يتلقي المهارات الأكاديمية المهارات الاجتماعية وتؤثر أيضا على نفسية الطفل هذه أهم المتغيرات على أثر الإعاقة للأطفال ذوي العوق الجسمي والصحي نأتي الآن إلى تصنيف الإعاقات الجسمية والصحية تقسم الإعاقات الجسمية والصحية على حسب موقع الإصابة على النحو التالي أولا إصابات الجهاز العصبي المركزي سوف نتعرف على أمثلة عليها اثنان إصابات الهيكل العظمي والعظلي ثلاثة الإصابات الصحية ثلاثة تصنيفات للإعاقات الجسمية والصحية أنتقل الآن إلى إصابات الجهاز العصبي المركزي أول نوع الشلل الدماغي أول نوع الشلل الدماغي الشلل الدماغي هو الطراب نمائي عصبي يصيب الطفل في مراحل مبكرة يؤدي إلى مشكلات تعليمية تربوية حسية للطفل يحتاج الطفل دائما إلى برامج التدخل المبكر من أجل الاستفادة في المهارات الاستقلالية تعليم الطفل المهارات الاستقلالية العناية بالذات كيف يأكل المهارات الأكاديمية مهارات التواصل وتعرفنا على أنواع للشلل الدماغي مثل ماذا؟ شلل النصفي شلل أحد الأطراف شلل سفلي وكذلك شلل أربعي النوع الثاني الصرع هو زيادة ومرض مزمن زيادة الشحنات الكهربائية في الخلايا المخية ودائما الطفل يحتاج إلى خدمات التربية الخاصة عند حدوث ماذا؟ إصابته في المرض المزمن الصرع يتلقي المهارات الاستقلالية المهارات العناية بالذات ودائما نحتاج إلى التدخل المبكر والعلاج للطفل باستخدام العقاقير والأدوية المناسبة ننتقل إلى النوع الثالث من إصابات الجهاز العصبي المركزي استسقاء الدماغ هذه الحالة تحدث متى أثناء حمل الأم نتيجة تعرض الأم الأشعة الصينية استخدام الكحول هنا هذه الحالة يجب الكشف المبكر من أجل العلاج للطفل هذه الحالة نسميها استسقاء الدماغ تعني زيادة السائل في الخلايا أو في النخاع الشوكي القريب من المخ ومن أعراض هذه الحالة إصابة الطفل بالإعاقة الفكرية تعرفت على إصابات الجهاز العصبي المركزي أنتقل إلى إصابات الهيكل العظمي والعظلي أول نوع تشوه وبتر الأطراف غياب الطرف من أطراف الجسم أو كذلك فقد طرف من الجسم سواء كان أثناء ولادة الطفل أو يكون مكتسب الحوادث أو الحروق النوع الثاني التهاب الورق هو ناقص كمية الدم إلى الورق التهاب المفاصل الروماتيزمي هذه أهم الإصابات الخاصة بالهيكل العظمي والعظلي الإصابات الصحية الأزمة الصدرية الربو هو مرض مزمن مختص فيه الجهاز التنفسي وتكون أسبابه نفسية أو فسيولوجية الهيموفيليا مرض وراثي نادر يصيب الذكور أكثر من الإناء وهذا المرض يعني ماذا؟ المصاب يكون نزيفه أسرع من الشخص العادي وآخر نوع مرض السكري هو مرض مزمن نقص هرمون الأنسلين يؤدي إلى ماذا؟ ارتفاع نسبة السكر في الدم فالطفل في هذه الحالة يحتاج إلى أدوية استخدام منظم للسكر أوضح الآن وسيلة تعليمية للأطفال ذوي إعاقة الجسمية والصحية وأحرص دائما على أن تكون الوسيلة التعليمية متحركة إذا كان الطفل يستخدم العكاز الكرسي المتحرك أجعل وسيلتي أنا كمعلمة أو خصائية تدخل مبكر متحركة لكي يسهل تنقلها واستخراجها هنا مثال على مهارات المعرفية يستخرج الطفل العدد المطلوب أين العدد 2؟ يستخرج الطفل العدد 2 واستخدم دائما التعزيز بعد الاستجابة لتثبيت المهارات واستمرارها ممتاز هذا العدد 2 وأفعل هذه الخطوات كباقي الأرقام وفي نهاية لقاؤنا اليوم أشكر لكم تفاعلكم وأطلب من الله لي ولكم وأطلب من الله لي ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته